حقيقة لفرنسا دورا كبيرا ومهما في اعمار الموصل وخاصة اعمار كلية طب نينوى في جامعة نينوى مختبراتها وقعاتها الدراسية وقعات المؤتمرات الكبرى وتجهيز المتسلزمات المختبرات وهذا ما لاحظت عندما كنت رئيسا لجامعات نينوى ومشرفا عجية الحكومة في الموصل الموصل اليوم عند زيارة الرئيس فرنسي ماكرون وقبلها زيارة البابا هي محط الاهتمام الدولي وعلينا ان نطلع الى استقرار نينوى سياسيا واجتماعيا لكي يستمر هذا الدعم الدولي من اجل اعمار ونهضة نينوى